اهلا بكم وحلقة جديدة من بصراحة الحقيقة النهاردة نجمين معرفش اذا كان ممكن يجتمعوا في حلقة واحدة ولا لأ وقصدنا ان احنا ما نقولش لأي ضيف منهم مين الضيف اللي قدامه عشان ما ما يوضبش كلام ما يعطرتش ما يقبلش هي غلصة يا حرج غلصة صحيح لكن جبنا ضيفين المفروض ان هما مختلفين ونشوف الحوار هيمشي ازاي معانا جمانا الاول هو النجم عمل افلام واعمال تليفزيونية كتيرة وكان من المحبوبين جدا وصغر عشرين سنة فجأة فانان احمد زاهر معانا كمان نجم تعرض لكثير من النقد ولكنه ما فيش حد يقدر يختلف على انه نجم هو نجم السينما ودلوقت السنة دي هيبقى تليفزيون فانان سعد صغير سعد زي ما انا بقول افلام عملت اقراضات عالية جدا والسنة دي الناس اللي بتقول مش انا يعني دخلت دماغك كده في المسلسلات وروح تعامل سات كام برضو عشان تبقى موجود على الصحف رمضان مش انا ناس بتقول ان الافلام بتاعتك بتنجح بالرأس وبالاغنيتين اللي كلهم كلام مش عارفة ايه طب هتعمل ايه في السات كام عشان تنجحه؟ هو الناس السلمة غير التلفزيون طبعا الناس في التلفزيون عايز اقولك زي ما بقولو كده قاعدين بيعرفوا بيسمعوا لكن في الايد كل واحد واخد عادية وراي عايز يضحك فانا بحاول اضحكهم يعني السات كام ده مش كوميدي؟ كوميدي بس كوميدي فيه ناس ابطال فيه كتير في الايد باب انا بطل لوحدي بس بناس كتير قوي قلت ان اتجبت يعني ناس متقلش عليهم سوبرستار عشان تبقى ظاهر وسطيهم بالعكس انا باظهر فالله رب نسوه انا باظهر وسط اي حد اللي انا محبوب من الناس يعني ايه تظهر وسط اي حد؟ اه انت اهم من اي حد يعني؟ ازاي ما بقولو كده يعني مش عايز اقول لك باش مبقاش حدش المشاهدين وعلى انا في الحتة بتاعتي مش مشاهدين زمايلك اه انا نجم في الحتة ديت اه انا نجم في الحتة ديت فالله رب نسوه عليك نجم في الكوميديا وانا يعني مش عايزش بس عشان ما الجمهور ميقول شيء دي صراحة بقى غريبة يعني هو بيحصل فعلا ان سيناريوهات الكتب لنجم والنجم هو اللي يختار الكاست ويبتدي يتبع باسم النجم ده ده اللي بيحصل ايامتي احيانا طبعا بيحصل ده يعني في حاجات بتمشي كده وفي حاجات بتبقى مكتوبة من غير نجم يعني بتبقى مكتوبة وبعدين المخرج بقى بيرشح الفنانين لكن فيه طبعا الناس بيتكتب لهم العمل لكن انت مؤمن ان فعلا ممكن يبقى فيه حال انا فيه بعد ساعة انا برشح على المخرج برضو يعني انا برشح على المخرج كل المنظوم ممكن اجيب مدير مدير اضاءة عشان العمل يطلع كويس وانت وانت يعني تفهم منين انك تجيب مدير اضاءة لا بفهم بفهم يعني لو اتفرجت على البرنامجة حضرتك بعرف مدير اضاءة ده حد كويس حد وحيش كده بيت فيه رؤية فنية موافق يا احمد ان يبقى النجم اللي في العمل هو اللي يختار كل حاجة وهو اللي اختار زمايله وهو اللي طبعا عشان العمل ما يقعش حضرتك بس يقول حضرتك على حاجة يعني اوافق طبعا بس في حالة واحدة بس لو لو النجم اللي بيختار كل الحاجات دي هو فا هم في كل الحاجات دي ويقدر يحدد من هو الأعلى أو الأفضل في كل الحاجات دي سعد صغير يقدر يحدد مين مخرج عرش أنا مشتغلتش مع سعد بس يعني ممكن بس أنا مشتغلتش معه يعني علشان عارف هو طريق التفكير أو طريق الدماغ وعمل ازاي أكيد أنت مثلت مسلسلات كتير قويل يا إسماع ومثلت أفلام كويس قوي وأدوارها كانت بتثبت نفسها دايما ليه في ناس في جيلك وزيك ما تلعدش باقة النجوم اللي بتختاره وبتغير مخرجه وبتعمل مدير إضاءة لأن يعني ده يعني كل واحد بياخد اللي في نصيبه واللي كاتبهوده ربنا سبحانه وتعالى مش المفروض أن حد يعترض على أي حاجة لكن ده مش معناه أن التانين فنانين أكتر منك لأ طبعا ما قالوش علاقة يعني ممكن يبقى فيه واحد أفضل من سوبرستار وهو يعني أنت لو بقى عندك السلطة دي في يوم من الأيام هتبقى كده لو بتغير المخرج وبتجيبه مدير إضاءة ليه لأن هقولك على حاجة أنا أنا تربيت أنا أنا خريج المعد العلي في نوم المصرحية آآآ też واشتغلت في مدارس مخرجين كتير من درهم طبعا الأسواز مجدية وعميرة الأسواز محمد فاضل وإلى أن وصلنا للوقتي مدرسة طبعا المخرج محمد سامي فأنا اتربيت على إن المخرج هو قائد العمل مهما كنت أنا بقى مفيحاش تتدخل أمدا في الشوق عدد خل لو لاقيت الدنيا بتبوز يعني لو لقيت إن الموضوع رايح في حتة تانية غير اللي الدراما كتباها ممكن ساعتها أتدخل وبأدب شديد يعني دي فهمها علشان خاطر المفروض إن المخرج هو قائد العمل المفروض إن أنا أسمع كلام المخرج أنت موافع إن إنت أحسن نجمة مرس آه فضل ربنا سعالي آه درائي الجمهور حضرت بفضل ربنا سعالي أما أجيب فلوس أكتر ونعاد الإمام ونجمة جيل تامر حسني يعني أنت بقيت الزعيم الجديد؟ يا رب أبقى الزعيم أنا أنا أما أنت بتقولها هو أنا تعدد بوبوس لا احترام فرق السن طبعا والخبرة طبعا لا طبعا إيه دخل فرق السن دلوقت؟ أنت بتكلمي تكلمي حضرتك بتقولي أفلامك فيها عوري بقولك أنا أفلامي جابت أكتر من نجم الجيل وأجمر من أنت مع إن أستمر حسني بقولك يعني أنت الزعيم الجيل بياخد في الفيلم 12 مليون جنيه وأستاذ عادلين بياخد 12 مليون جنيه أنا باخد 120 ألف جنيه في الفيلم وأفلامي بتجيب أكتر منهم يبقى فيهم بقى وتفتاخد 120 ألف جنيه في الفيلم ده عشان الدرايب؟ والله يا عقدة هو تصوح ما تصوكي 120 ألف جنيه في فيلم شرع الهرم بيزلمك ولا إيه الحاجة؟ لا مش الظلم لا مش الظلم والزحمة تعرف طبعا لا ما لما تجيب الإرادات دي كلها ويديك 120 ألف جنيه هواش ضمنه ده هو راجل ما دمعا 120 أغلاب بقى زي ما بقوله كده يا بس أنت اشغلت معا كذا فيلمة صح؟ آه وكلهم جابوا إرادات لأ ده المفروض تكون عاليتي يعني ما بقى والله أبطر أنت مصدق أنا ممكن يكون بياخد مياه طب وول حاجة عرضيك أكبر فيلم في حياتي أكبر فيلم في حياتي في حياتي عمري يعني حدي طالع عقد كده يتكلمني خدت 280 ألف طبعا هو زي ما أستاذ أحمد بيقول ما هو عارف أن انت بتنجح مرة و32 بيت أعلى فيلم أخر فيلم كان حصل خير آخر فيلم في حياتي حصل خير 280 ألف جنيه أنت ظلم نفسك كده سعى لا 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 ظلم نفسك طالما بتجيب لي أراداتي كل ما لا أنا بصرف على السلمة منجيبها عشان بحب السلمة أنا بحب بحب أقدم فن كويس فمش مشكلة فلوس بقى عوضة تاني في حتة تاني آه بس أنت ظلمت نفسك في حاجات كتير قبل كده أكيد في إيه بقى آآ مش عارف حددلك في إيه بالزوت بس أنا أكيد ظلمت نفسي في حاجات كتير و وات ظلمت في حاجات كتير بس أنا مش بسميها ظلمي يعني أنا بسميها دي نصيب آآ نصيب ربنا على عيز كده لا الظلم السحمد لو أنا بمكانة السحمد آآ يبقى نجم يعني عاص حكي يبقى ما مش نجم لا أصدقي يعني عاص حكي يبقى أجر مثلا خمسة مليون لكن السحمد آآ مثلاً زكاً أنت بتاخد مثل وثمانين ألف عايز هو لا أنت أجيبه السحمد زي ده رجل دارس أنا رجل دبلوم صنايا أنت أجيبه دارس ده رجل قديم ده رجل دارس طائب أهل وربوه وتعلموه أنا دبلوم صنايا ده حضرتك لازم قريب حضرتك؟ قريب حضرتك؟ جدتي أخت جدته شفت؟ أقول لي عشان كده بقى جاي علي وعملت قولي لي عوري عوري بقى أول طيب قولي كويس حالك وقت بقلسانك بقى حضرتك بقى يعني سحمد لو أنا منتج أجي عمله رجل فاهم ودارس قديله ثلاثة مليون جنيه لكن هو الظلم نفسه بقى أنا أقولك حضرتك ظلم في نفسه إيه؟ تمر حسني مثلاً مثلاً يعني صديقه يروح طالع معاه فيلم في دور ببلاش ما ياخدش فلوس في دور صغير ساز مثلاً من تاني أي حد من صحابه بيجميلهم هني دي مثلاً بيجميلهم فطالما بيجميلهم وهو ظلم نفسه في حتة دي لكن لو أنا كمنتج أحمد سبكي أنا أجيبه سحمد الراجل على الشيكته ودعانته وكل حاجة أقول له خدوا تفضل حكس النور ده بتاعك وأنا هديه خمسة مليون جنيه ردك إيه بقى على الموضوع ها؟ مين اللي بيتجملهم ولا هم اللي بيتجملوك لا بص يا أقولك على حاجة ما فيش حد فينا بيجمل حد خالص لما مثلت مع تامر حسني في فيلم كابتن هيما أولاً أنا ماخد أجري تالت ممتلت أيها فلوس برضو؟ لا هنا ماخداش فلوس لأن أنا تي حاجة ما بيني ما بين صاحبي لا تكن تطلع مودل ما كنت طلع مودل ليه يطلع في فيديو كليب؟ أنت كنت تطلع مودل اكل أكثر أنا لا أطلعش فيديو كليب ولا بطلع مودل كنت تطلع مودل ولا طلع يا حدرتك لا انا طالع صديق تامر حسني الناس عارفة ان انا صديق تامر حسني يعني انا لو قلتلك تطلع معايا في كليب تطلع؟ لا شمعنا بقى علشان احنا مش اصدقاء نعم احنا مش اصدقاء يا عم انت صاحب او من دلوقتي لو من دلوقتي بينا اصحاب ممكن افكر اطلع معاك ايه المشكلة؟ لسه تفكر مش عيب انا ما عملتش حاجة غلط يعني على فكرة الكليب بتاعي لحضاك يعني لو عملت معايا حضرتك ساحمد اه اه في الوتيوب انا مش عايز اقول لك حيارك في الوتيوب انت اعلى ولا تامر حسني لا اعلى طبعا انا اعلى طبعا في الوتيوب انا اعلى متسلم لا يا ساعدة لا لا بلاش يوفر بها ساعدة انا انا قذر يعني وقال ليه لا عفو انت ليه بتقول كده؟ ما انت اللي قلت من صاحب يقول انت من قذر وانت حقه لي يا جماعة احنا احنا بصوا انا فاهمك انا ممكن تديني فرصة تكلم انت بتتكلم من ساعت معادي على فكرة بس اعزي اقول لك موضوع انا ساكن في الشوبرة هجد عناس يا عم هجد عناس الناس الشعبي بقى يقول لي انا ما اروح لبيته ساعمى الزار يا ابن في الترويزيونية مش يطلع معاك يعني انت اللي معافنه لا 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 هو الله سامر مش كده خالص يا فاهمك حاجة بس انت صاهمك حاجة الاغنية دي اساسا فكرتها ان تامر رايح لصديقه عمره يشتكيله من حبيبته خلاص؟ والناس عارفة كويس جدا ان انا وتامر انتين بقى لنا 15 سنة فاحنا فكرنا في الفكرة دي ان انا اطلع معاه اللي هو صاحبه اللي هو بجد عشان تبقى اغنية مصدقة بس فانا عملتها مجاملة لصاحبي ايه المشكلة؟ بناتك اشتغلوا في الفن وتشاهروا وبيشتغلوا كثير لا مش كثير والله حاجات معينة مش اي حاجة عمر وسلمة لا حققوا نجاح وهمية مش من الاطفال اللي اتغدت وكانت بتشتغل فيه ناس كثير قوي قالت ليه احمد يخلي بناته يشتغلوا في الفن وهم صغيرين وخصوصا ان كان فيه طريقة في الكلام كده فيها يعني سن اكبر من سنهم خالص يا رهام الله يعني انت لو تبقت العمالة اللي عملوها مفيش ولا حاجة من العملوها فيها طريقة انا دايما براعي ان هم يعني غزبا عنهم اصبحوا قدوة للاطفال اللي في سنهم اللي بيحبوهم انت عايزهم يطلعوا فنانات انا سايبهم براحتهم هم عايزين يطلعوا يعني مش معترض على ان ولادك يطلعوا مسئلات لا ليه طالما انا مربيهم صح ومحفظهم دينهم وقرآنهم صح انا سيبهم يخشوا الغابة حتى تردى يا سعد ان بناتك يشتغلوا في الفن انا 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 يعني انا حتى محمود خالص ما قبلش خالص ليه بقى بص حضريك المهنة دي مش حلوة مش كويسة ليه بقى فيهم لا 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 انا ممثلة على فكرة انا بكلم انت هتكلمين عن نفس حضريك وانت يا حضريك السؤال حك وعملت هجم المصور يعني بعرض نفسي خلاص سأل حضريك السؤال لا خلاص هشغلهم حضريتك او رؤوس انا فعلا بقناك تشغلهم ليه بقولك انا مش شغلهم حضريك بتقول المهنة فيها حاجات مش كويسة تفديقي هنا لكل واحدة بتمتهني المهنة دي بص حال بما فيهم انا فبسألك انت كبيرة عارفة صحي مغالا ما دخلش اطفال مهنة ديت انا ما دخلهمش اطفال عليهم رقابة اكتر يا فن المركابة انا مش ادخلهم حضريك هاتخوية ليه قولي ليه طيب هو انت حضريتك او ابوهم يعني انت عملت هجمين حضريتك قولي ليه بقولك الديني سبب انا مش مش عايز من غير ما تغلط واتجرح في الناس اللي بتغلق اه لا ما يشتغلوش اه ليه ما يشتغلوش يعني انا مش لايأكل يا عم ساعة انا اساس انا حرام هو انت حركة تتقعام بعدين ما يعني عبرين هو بص حضريك انت بكسألي انت كده هتقعين في مشكلة وانا بسألك السؤال انت اللي قلت انا اللي مش لايأكل انا قلت لك انا مش لايأكل انا ست كده ولاد انا بالنسبة لي احنا في شبرة كده انا مترب بشورة انا اي حد يشغل عياله لا ايه احنا عندنا ما تبصحك ما تقعنيش محسوس احمد ومشعب احنا عندنا اللي شغل ولاده وبقى مش لايأكل احنا عندنا كده ماليش دعو بيكون انتوا بقى مصر الجديدة ماليش دعوة احنا بكلمك حتى في شبرة اما يكباروا بقى حضرتك بقى عشرين سنة خمسة وعشرين سنة يشتغلوا بس يعني فيروز وهي صغيرة مكنتش يا فاندي من اعمال التجيب يساعلوات صعب زوار زي فيروز يا سيدي انا مش لايأكل انا مش لايأكل ومبسوط ان انا مش لايأكل انت حضرتك في ايه بالظبط اتفضلي حضرتك اتفضلي حضرتك اعملت مشكلة بس استاذ بقول ليك دوقتي انت بتسأليني على ودادة ما هيبر ايه بس حضرتك وانت جاي عليك خد حضرتك ده انا جاي من برنامج هنغرع حضرتك لا انت مش هيبر انت كرفور اصبي يقول لي في ال اير بيس هيزعل فبقول له يزعل من ايه هو اللي هو اللي داخل الهجوم يا فا انت حضرتك عملت مشكلة باتي انا بساعد انت تحب اوما سيبي البرنامج لا لا يا بس عايز انا انا عملت مشكلة حضرتك ده اتخليت الرجل زين مني عملت مشكلة ايه هو انا لم بسألك سؤال ما ترد الاجابة بأدب هو انت لازم ترد بتقول مش لايأكل ولايأكل ما ترد تقول اي حاجة تانية اقول لا مش عايز بنات سيديك ولا اعايز بس الرأي على ماس حضرتك يعني معلومة بس يا ساعد ساعد لما تعمل هو اللي قام علي انت ممكن يبقى البيست كده مشهد واقف فيه زينة بترقص وساعد بيغني وانت التالت وانا التالت ما على حسب الموضوع ايه ايه الموضوع الفيلم عامل ازاي يعني انا كزا مرة احمد الصبكي يبعط لي حاجة شعبي بعيدا عن ساعد الصغير وانا بعتذر انا ده يعني انا مش هتصدق هنا انت فاهمني كل واحد ببعارف اه هو يطلع في ايه ينجح مع الناس انت عارف ان انت لما بتطلع في حاجة شعبي انت الناس كل الناس بتحبك في المنطقة دي بس المماثل بيعمل كل حاجة ولا ايه المفروض المماثل بيعمل كل حاجة بس يمكن انا شكلي ما ينفع الشعب خاص بنا عني ولا تخاف تختار جمهورها خاف طبعا اخسر جمهوري ما عملش حاجة غيرها وانا واثق منها او ممكن اعمل مثلا شعبي مع مخرج ممكن يعرف في طلعني شعبي كويس ازاي يعني مخرجة بانا واثق فيه جدا 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 انه يقدر يغيرلي شكلي ويغيرلي اسلوبي علشان خاطر قليق في المنطقة دي لكن انا بصراحة انا بقولها لك انا مليقش في المنطقة دي زاد الصغير يعليك ولا لا يعني ايه العلينة يعني لما تاخد دور مع زاد الصغير في الفيلم داه يعلي جماهيريتك ولا لا يعلي غيرroatك الأول اmanni يعلّي الفيلم بيك بنا احنا الاثنين انا ما ما اقولش على نفس اننا انا نجب لا عشان هو يقول ان هو بيعلي كل اللي حوالي فهو اللي بيسنت لا دي واجهة نظر لا الا انا واجهة نزري ان كست الفيلم كله مع بعضه متضامن هو اللي بيعلي الفيلم ماش نجم واحد يعني هتاخد رأي حضرتك ولا مانا بقول لك هو يعني لو جانب اي حد بفضل مسؤولة عالي مش هو اللي عاليني من توضع لله رفع طبعا بيتنا لا اسا هي جاي علي فانا بقول لها بس فضل ربنا عايز يعني آآ جاي عليك ايدي انا سكتت انا لمسك نفسي بالعافية سكتة لما تقول عاري ووزا عمدي يقول لي كانت فور مانا بس كانت نفسي ده انت قاعد تقول انا 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 قلت خمسمة وعشين الف انا من ساعة معاعدة اه ماشي حضرتك وبعدين انت كده كل زماية انا ولم حضرتك فاني ب мои بص يا استاذة انا مش كده سعد انت عامل حالة اصيبت كنت لما هو تعالي 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 الحالة. تعالي يا ابني اللزينة. تعالي حالة? ها? تعالي واحد بيقول لك لا مين نطلع مع سعد السور ده. فليه حق ليه حق انقلب ولا لأ. قول لي بس. انا بتكلمه جد ولا بتهزره. والله العظيم انا بكلمك بجد. انا بكلم. انا بكلمك بجد. ما انت عارفني انا قلت لك ما قلنلوش اصلا انك موجود. لا عارف حضرتك انا انا اقسم بالله معنا في عام انت. انا انا قاعد بقالي سعد حضرتك برا فبقولي السكرم وقل لي قولي في الموضوع. قال لي بالاخر اه احمد بس اه قلتوا بي في ايه? قال لي سهد احمد مش عايز يطلع. ليه يا ابن انا عملت ده صاحب. لا اهو فهم غلط انا قلت له مش ما يعرفش قبل ما سعد يجي انه طالع معاه. فهو تخيل ان هو لو عرف يعني هيعترض. يجي يا فندي بيقول لي مش عايز يطلع معك يا فندي. انا مرحتك سعد. انا ما انا قلت لك ان ده مش حقيق. انا معرفش ان انك انت مغموط. لا. مش انتا بتقول لهم. والله ما انا قلت لهم. عشان كده انت مش لاقي تاكل وبدو بقى عادي. اه ده بصراح بصراح. لا 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 عاف لا عاف لا اخنا تغيرك وشكرا. لا كونك انك ما اتطلعش يا بناتك فادي انت راجل محترم وان انت مش محتاج فلوس كنت طلعتهم. لا ده انت عشين جملة معينة قلت دول ما اتطعوش فين. ده ده لان حضرك محترم وحد جميل وجد. بس لما تقول كده استاذي بقى من حقي بقى. من حقي بقى عيش بقى ساعة صغير بقى. عيش يا معلم براحتك يا معلم. ما انتواضع لله رفعه. ونعم بالله. لأ طب نبطل لعيشة شوية عشان احنا عايزين ناخد سؤالين ونختم. عايزة في الاخر نصيحة. آآ نصيحة تنصحها لاحمد بس بصراحة جدا تبقى شايف انها حاجة غلط هو بيعملها وانت عايزوا يغيرها عشان آآ تبقى اضافة. عادينا نصيحة زي هو مش حبيبني اصلا. يعني هو اصلا مش حبيبني. لا يا سيزة شرف ليه يا سيزة. لا يا سيزة. لا لا لا. انت مش طيقني وبتقول عليك كلام كتير غلط. وبتقول ان انا قلت عليك ان انا مش عايز تشتغل علشانك وحاجات غريبة وده ما حصلش. فيعني. بصة. ساحما السبك يقول انت مش عايز تشتغل معي عشان رأس ودينا. ولم يجي. عشان رأس ودينا. انتاج ما نقول لحضراتك. بتقول ما معناه مش عايز افلام اللي فيها الرأس. ولم يجي مدول الانتاج حضرتك دلوقتي يقول لي. بقوله انا عادي بقى لي ساعة حرام لك وعنده فرح. قال لي ماشي ساحما تزاهر بس. طوله فيه قال لي مش عايز يطلع مع حضرتك. يبقى يا حضرتك. يبقى الناس دي ميتفقى مع بعضك. ممكن ما تستفزليش عشان هو العكس اللي حصل. العكس اللي حصل. انا اول مرة اشوفك بوقتي وانت العكس. يعني انت اللي قلت انا يعني مش عايزة بس اقول. والله. انت اللي يعني مفروض تجيبولي حكيم اطلع معانا. مفروض تجيبولي. لما هو قال كده حضرتك. انا بصنا مطايد جدا. قلت كده. مين احمد زاير. لان هو قال لي ساعة صغير. طوله ليه هو بيقول لي كده. ليه كده بيقول لي كده حردك. فقال ليه هو مش عايزة. فانا قاسم فرد رفضة سمع من. طوله هو مين مين احمد زاهر. على طول كده. فدي انت لو ما كان هتعمل ايه. واحد جانا بقى لي ساعة قاعد. وجاه المشوار ده كل واحد يقول لي مش هطلع معك. الكلام ده مش هطلع كده كده. عايزين نصيحة. يا عمان عبد فقير الى الله. عايزين نصيحة. تنصحك. سيد احمد زايري. سيد احمد زايري. ينصحك نصيحة تضيف الى طريقكم. من وجهة نظركوا اكيد المختلفة في الفان. هل هل هنتقبل الكلام ولا هن. لا هدا تقبل. اكيد. انا بولت انا نفسي ما يشغلهمش. ولا لو حتى جالوا دوروا بمليون جنيه ما يشغلهمش. ده وجهة نظري. والارزاق بالله يعني ده حاجة بتاعت ربنا. نوسحتك انت. انا اقول له تواضع لله. وربنا معاك يا رب. والله انا متواضع. جدا. انا متواضع. اما انا. انت من كتر التواضع انا مش عارف اروح فيه. لما انا. لما انا. لما انا. لما انا بتواضع. لأ. انا بسلم عن الناس حضرتك. وببوزدو بوزدوات وبتاع. وبنزم العربية كان. انت حضرتك بتعمل كده. بسلام على كل الناس طبعا. لا. لا في سلام عن سلام. لأنا بنزل يا ابن عمي. مش لازم اقول يا ابن عمي. بس ممكن ننزل لسلم عن الناس. لان الناس دولت انا من غيرهم ولا حاجة. لا انا شاف. انا شاف. انا شاف. ده قدام الكاميرات بس. لا. لا حضرتك قدام الكاميرات. اه قدام الكاميرات بس. ماشا. اوكي بس ساعدة. فضل. اتاري اقتنا. ادي ما تزاير. طيما انا ليه حق اول حضرتك. انت عايز تطلع منظري وحش تدام الجمهور. يا ام اخسن بالله ما قلت ان انا مش عايز اطلع معانا. قريبك اللي انا جايبات. انا مش هكدف. انا جايبات فين. انا جايبات عابدكو. سعد سعد. ده برنامج ونجم وممثل ويعني. على عين والراس حضرتك بس انت. قولك يا سعد. يا هو مش معروف مسلا ما انا عمله وسطا جايبات. بتجلم بتجلم على التواضع حضرتك. ما التواضع اقول بل التواضع. ما ارضيش يطلع مع عب الله. عشان دبلوم صنايا مسلا ولا من شبرة. بقولك تقي الله انت اللي قلت العكس. ايوة. اللي المنتي قلت له مين احما تزاير دوت. طيب. هو اللي قاله مش عايز اطلع. مين اللي مش متواضع بقى? ما احد يقول ليه? ولا عايزك في افلام. ومش عايز تشغل ولادك معي. وجاي في البرنامج جينا برضو وهي جايباتك عشان قريبها مع بعضيكم انتو الاتنين. جايين علي انتو الاتنين. يبقى ايه? عايزنا اسكت حرق? خلاص اسك. على فكرة يا جماعة. اساس احمد زاير ده طيب جدا يا جماعة. وابلسم يا جماعة. واساس ارهام يا جماعة مش عايز اقول لكم يا جماعة. قبلوني اخ ايه ده? بص. اساس ارهام اقول ماجيت راح جابالي شوكولاتة. انا اجيلك فيلمك اللي جاي مسك لك الكلاك. لا يا استاذ لا وانا عفو استاذ. وانا رش شموية في اللوكيش. لا لا. لا 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 انا كلمة بجد على يا فكش انا اجي لك فيلمك اللي جاي. انا يجي لك فيلمك اللي جاي. انا مش تامر حسن يا استاذ. انا مش تامر. لا انا عمري ما ليس كتل تامر الحسن بكلاك. على فكرة. تامر حسن نجم النجوم وصديقي وانتيمي وهو راجل وانا راجل وهو بيقدر حجمي كويس اوي. وانا بققدر حجمه كويس اوي هي Imagina نعملش بداخل للمسيز توضع للحل. اني انا لنتوضع للمسيز. انا تأوضع كده هنخبط بقى وهنقول. لا, خنوا شعب ولا ما غنوش شعب. لها ما غنوش شعب إيلا. شعب. سعب. لها ما كانوش بيغنوا شعب. لا وانا بناتي ما بورصوش. واعيب كده. لا يا مولشي انا بقول لك بسي بسي. لا لا. مش ايه؟ مش غنوها في الفرح دي. مش غنوا يا عام. ما مين يا استاذ احمد. مش يقرال يا عم. مش مي أعتبر حسني. صاحبي وانتيم يا عم. طيب تامر حسن. صاحبي وانتيمي. انتيم عمري خمستاشر سنة انت بتتكلم في ايه? انت بتتكلم مين بمين? مجملات يعني. لم يا سيدي مجملات احنا حرية. ماشي يا سيس. يلا الساقة ايه بسو قريم? يلا بعد ذلك. ايه ده? لو كارين حضرتك وانت لا 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 انت كده بتغلط. انا حميش حد ابد ان اغلط في اولادي. لا 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 انا مغلطش يا سيدي. لا 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 كده فضت الحمر. انا بقول لك حضرتك هم بيمثلوا بيمثلوا ادوار دي حضرتك واشمعنا انا معي انا? اشمعنا انا? ليه? اشمعنا بيت الناس? ليه? لأ انا كنت طالبهم بالاسم حضرتك. ده هو الفيلم اصلا يعني السيناريو مكتوب على البنتين دول. تيجي حضرتك تقولي طب لا اصي ولادي ما بعملوش كتب. طب ما عمرو كده. يا سيدي انا ولادي ما بيقولوش كلام اه من النوعية دي. انا بسي بسي دي اف ايه يعني. ايه في حاجة. لا انا انا بكلم ان الاغنيه شعبي بروسه شعبي. ما انا شعبي. دلوقتي ان كخ انا. بسي بيه وتمر حسني بيغني شعبي? اه كان بيغني عمر سلم ثلاثة. في بسي بيسي واش عاف ايه. ما يغني. يعني ايه? يعني بسي بيسي. عشان اتكلم بصراحة ولا عايزة نطبل. محمد سامي صاحب الاستاذ. وتمر حسني صاحب الاستاذ. انا مصاحبه ولا عمسك خلاص. اضرب. ايه يا عم انا لسه بخلص فيلم مع الحاجة احمد السوق. وانا لبست الفيلم. انت بتتكلم في ايه? اعدني شهرين في البيت بسبب الحركة دي. شهرين. الا الله. شهرين. بتدهار على بنات ساني? لا مش لا. عشان كده ربنا مش هيكرمه. والله العظيم ربنا ما هيكرمه. ماشا. اعدت شهرين في البيت. اوكي. هو عارف ان الفيلم مكتوب باسم اسم بناه هو السيناريو. ماشا السازة. دكرة ان شاء الله بكر ربنا بازن الله طلع بنتين تانيين ولادك وقعدوا في البيت بازن الله اشتغلوا معي بازن الله. بازن الله. بعد ازا عاك ما تمنتجيش حاجة حضرتك. مش بمزاجك هو حضرتك. بمزاج مين? لا مش مزاج في مخرج حضرتك. مش انت كنت بتكلم بقى ان المخرج ومش عارفي حضرتك. مش بمزاج حضرتك. ما عدا ما بتقتنالش بكده. نخليك كلام بقى حضرتك. انا عايز الحالة تنزي زي ما اياه حضرتك. المخرج مانوش دعو بالاعداد. اه. وعايز نتعلم ان احنا لما نختلف ما يبقاش بيننا خلاف. ونبقى بنتحاور من غير زعل. بس هو زعل. عشان انت عامل فيه مقلب. او مبوسر وزعل. انا اول دي اول يا مبوسر. انا اول. مدارش. والله العظيم. مجالنا نس عاير والله العظيم. بسمعا القناة نحمن ازاهر على صبره الرعيب ومنا الناس المقدبين جدا اللي كنت ممكن اقتله لو غلط في عيالي فراجل مقدم ومتربي عشان قريبي. بس اقولك حدا. فاشكركم عبركم بكرة مشباعها الاخير. شكرا